بحضركم مرة أخرى يشرفني وينورني فيها زي الفقرة كابتن كبير كابتن توفيه السيدنا برئيس لاجل الحكام السابق كابتن توفيه منور الدنيا دايماً بسعد بوجودك حبيبي ده نورك وأنا اللي سعيد إنه موجود معك أخبارك إيه؟ أنا زي الفل بشكل عام رأيك إيه في كل اللي بجي حصل شفت السؤال سهل سؤال سهل ومسأل بناتحكت سؤال سهل جديد والله هو السؤال يعني يضحك يضحك بأمانة شديدة تدحك برضو إحنا بقينا متحكة يعني إحنا بقينا متحكة الحقيقة يعني موضوع صعب جداً 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 بالنسبة لنا الموضوع إحنا بنعرف ناس في بلاد تانية أصدقاءنا وجده الناس كلها بيقولينا هونت رسا بتلعبوا دوري ده الدوري في العالم كله حتى الدوري التنزاني مفيش دوري حبيش عاجب تتلقب مع الاحترام طبعاً أه طبعاً طبعاً مع صوتش أنا بدي مثل يعني طبعاً مع احترام كامل احترام يعني لكن إحنا عندنا الأمور صعبة شوية لازم أمور محتاجة تنظيم شوية ولازم يكون اتحاد الكرة وربطة الأندية أقوى من الأندية لازم شيء مهم جداً ما ينفعش كل نادي يتصرف بالطريقة اللي إحنا بنشوفها بيتصرف بها دي كله بيسئلين على فكرة إحنا كلنا مصريين وبنحب البلد دي وبنحب إن إحنا نكون في أحسن صورة لكن اللي بيحصل الحقيقة إحنا مش عارفين إحنا رحيين فيه وبنحب اللعبة يعني أنا أقصد إن إحنا كلنا منتميين لللعبة دي طبعاً الرياضة دي كرة القدم طبعاً طبعاً فأنت لا من مصلحتك كابتن توفيق صحيح إن الرياضة أو كرة القدم تبقى فيها مشاكل ولا أنا مصلحتك بشتغل في العلم إيبقى كرة القدم فيها مشاكل صحيح فكلنا متضررين من اللي بيحصل ده ده كلام صحيح انت لك كنت جوى المنظومة صحيح فأنت أكتر واحد تقدر تقول لي كشاهد عيان هل فعلاً المنظومة الكراية في مصر أضعف من الأهل والزمالك كولاً واحداً وإنت كنت جوى المنظومة كنت تحسب لا بص أنا خليني الملف بتاعنا بتاع الحكام عشان بس ما حدش يقعد يطلع يزايد علينا ويقولك كان فيه الناس بتدخل في التعينات أو الناس أو عنديها أوقف ما فيش الكلام ده فيش يعني ما فيش الكلام ده أقسم بالله العظيم ما فيه الكلام ده يستحيل كل واحد عايز يقول حاجة يقولها يا ما كانش بيجي تلفون مسلا مش عايز الحكام الفلاني ما فيش كعمره ما حصل أنا بأتكلمك عن نفسي أنا كمان شخصياً أعتقد اللي قبل مني برضو نفس الشيء طب هؤلاء لك بصيرة تانية لا تفضل ما كانش حد بيكلمك أنت بس كان يجيلك حد من المسؤول في كرة قدر مصر يقولك ما بلاش أكبت انتو فيه الحكام ده يعملينها مشاكل الموشي جاي أي عدو مجزة دورة إتحاد الكورة ولا في مرة واحد تكلمني قصم بالله ما فيه مرة واحد من أعضاء مجزة إتحاد الكورة تكلمني قال لي تومي pulsayım لكن كان عندنا معبراطة الكمة شيء طبيعي أن أنا كنت اعتقد بعرض الأمر على السيد الرئيس الإتحاد ده منطقي به مباراة الاهلي والزمالك مباراطة نهاية الكاس شيء طبيعي أن نعرض الأمر نعرض الأمر إن حنا خدنا قرار بإني أمين عمر يحاكل نهاية الكاس نعرض الأمر على سيد الرئيس الالتحاد ده حقه أصيل ده بروتوكول يعني هو ده الطبيعي نحن نعمله لكن أي حد يتدخل سيد جمال علامة عمره ما تدخل ولا قال شيء ده وحط ده ولا واحد من مجلس دارة الالتحاد تدحدث في هذا الأمر كل واحد عايز يغني يغني بمعرفته يغني بعيدا عننا أي حد عايز بيقول أي حاجة بيقولها الحكام لا لا نحن نحسن من أي حد وأنضف من أي حد وأقوى من أي حد الحمد لله